بسم الله الرحمن الرحيم قصتي اليوم قصة مؤثرة جدا عن أهمية وجود الإخوات الأخت والأخ المشهد ده المفروض انه داخل يعمل عملية صعبة وخايف يموت ومش عايز يبان خايف وصاد اللي بيحبوه وخايفين عليه فبيخرجهم برى الأودة وبيطمنهم انه حيبقى كويس وزي الفل وبيطلب بس من أخته انها تفضل في الأودة وبعد ما الكل ما يخرج بيعيط في حبه ويقول لها أنا خايف قوي واخدين بالكو اختر أخته الإخوات محدش يعوضهم أبدا للصحاب ولا المعارف مهما كانت درجة قربته ليك والقلبك مهما كانوا يا جماعة فكرة وجود شخصي في حياتك عاش معاك كل شيء بالتفصيل بالتفصيل الممل حياتكم اتقسمت على تنين شافك في فرحك وحزنك ومرضك وتعبك خفها عليك ومنتظرك ترجع من شغلك وبتعمل لك أكلك وهدومك وتحكي لها مشاكلك وتشوف حياتك وتسندك وترتب لك حالك وأحوالك خفها عليك ده كفاية كفاية شخصي شاف معاك كل اللي محدش شافه ولا حيشوفه تاني معاك كان منطقي جدا يختار أخته ويقول لها خايف وهي اللي تطمنه لأنها أكيد يا ما شافته خايف ويا ما طمنته مفيش حد هيعوض الأخت مهما حصل مفيش حد هيكون مكان الأخت لأنها من ريحة الأم اللي محدش فيهم يتعوض الأخت هي الإيد اليمين هي الضلع السابت اللي مش هيميل هي الكتفة عند الانهيار هي السند عند التعب هي قطعة من الأم هي الحياة الأخت هي السند والدهر والروح هي كل حاجة في الدنيا دي بدونها ما تحلاشي الحياة هي اللي لو مهما حصل هتفضل بتحبها من غير مصلحة ولا هدف الأخت هي الحنان والأمان هي السكن اللي في أي وقت تدور عليه هتلاقيه واللي عمرها ما هتتغير لو خسرت أختك أعرف أنك خسرت نفسك لو خسرت أختك أعرف أنك خسرت العالم كله وأنك لوحدك مهما مين وقف جنبك هتكون لوحدك ما معكش حالة حين تسكن لن يشيلك سوى إخوتك الإخوة أجنحة والأخت هي الأمة التي لا يطعم